اشتركوا في القناة دروسا كثيرة للجميع للكثير من الذين توقعوا انهزام المنتخبات تونسي وإقصائه اليوم في أمام مايجيريا الذي كان مرشحا وتأهل بالعلامة الكاملة للإشارة المنتخبات تونسي تأهل كأحسن من بين المنتخبات صاحبة أحسن مركز ثالث برصيد ثلاث نقاط والهزم في مبارتين في الدور الأول لكن العبرة بما يقدمه اللاعبون في أرضية الميدان اليوم المنتخبات تونسي قدم أداء مميزا أداء سخيا على المستوى التكتيكي والبدني ولا حتى مستوى مجارات الخصم واللعب على الإمكانيات وكيف استطاع المنتخبات تونسي احتواء لاعبين نيجيريا ونجوم المنتخبات نيجيريا إذا المنتخبات تونس قدم أداء مميزا مباراة بطولية مباراة مثالية يمكن القول أي شيء عن أداء المنتخبات تونسي اليوم يكذب كما قلت التوقعات ويقول أن المنتخبات التونسي هنا للمنافسة على اللقب الآن ما يجير أحد أبرز المرشحين أقصى المتخبة التونسي هذا الدليل وهذه إشارة من نسور قرطاج لجميع المنتخبات أن المنتخب التونسي قوي وحاضر وهنا للذهاب إلى أبعد الحدود للنهائي وربما لتتوجب اللقب وإن تذكرتم وقلتها في الفيديو قبل بداية قلتها في الفيديو الخاص بالمنتخب التونسي أن منتخب تونس دائما يقدم أداء مميزا في جميع النسخة التي يلعبها في كاسم أفريقيا فقط بعض التفاصيل التي تفصيله أو التي تحرمهم من التتويج باللقب في مناسبات عديدة ربما هذه النسخة تكون مختلفة بالنسبة لنسور قرطاج اليوم يحق للمنتخب التونسي يحق لجماهير التونسية لكل عشاق المنتخب التونسي أن يهللوا لأداء المنتخب أمام مايجيريا أمام نسور مايجيريا الذين تأهلوا للثمن بالعلامة الكاملة بتسع نقاط وبتسجيل أهدف كثيرة وأداء حتى أنهم هزموا المنتخب المصري الكبير لكن ما جرى اليوم على أرضية البيدان كان هو الفيصل هو الحاسم منتخب تونس قدم الأداء الذي ربما لم تتوقعه حتى جماهير تونس لكن هناك من يثق في قدرات المنتخب التونسي وأنا شخصيا قلتها في السابق وأقولها مجددا معجب جدا بمنتخب تونس بقتالية لاعبه بأدائه الرجولي أتمنى التوفيق للمنتخب التونسي في باقي المشتور هو الآن سيلعب أمام بوركينا فاصو الذي تأهل لربع النهائي على حساب القابون بركلة ترجيح مباراة تونس وبوركينا فاصو مفتوحة لكل احتمالات نصور قرطاج لديهم كل الإمكانيات لتأهل للمربع الذهبين نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله نتمنى التوفيق أيضا لمنتخبين مصر والمغرب ومنتخب جزر القمر على رغم من صعوبة مباراة منتخب جزر القمر أمام مصدفة دورة الكاميرون لكن كرة القدم دائما تعطينا دروس والعبر الكرة والعبرة بما يجري على أرضية الميدان 11 لعبا ضد 11 لعبا هناك احتياطيون هناك مدرب لكل فريق الذي سيقدم الأداء القوية والسخي هو الذي سيفوز في النهاية بتوفيق لتونس للمغرب لمصر وجزر القمر ولجميع المتخبات العربية شكرا على انتباهكم ولا تتبعكم مشاهدين الكرام نرخاكم على خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته